بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفالي ولادي الغاليين عاملين إيه يا رب تكونوا بخير والساينس بقى سهل وبسيط على عقولكم يلا بنا النهار ده بقى ان شاء الله هنعمل ريفيو على Light and Sight تمام Concept 1 Part 3 Review ونبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم Review Light and Sight We can summarize this concept in the following main points يعني احنا دلوقتي هنلخص كل الconcept المفهوم ده هوت في النقاط الرئيسية الأساسية الأتية احنا عرفنا The fishing cat is a wild cat that hunts during the night time مش احنا عرفنا ان القط الصياد كان عبارة عن قط بري that hunts during the night time بيصطاد وقت الليل and its eyes seem to glue in the dark ودايما كنا بنشوف عينه منورة في الظلمة طيب يلا نكمل ونقول All cats مش الفيشن كات بس All cats have a membrane like mirror لو انتوا فاكرين that act as mirror at the back of their eyes موجود في الجزء الخلفي من عينه يلا source of light يعني ايه source of light ياولادي يلا It is something that gives off هو عبارة عن شيء بيطلق او بينبعث منه امتس بن قسين امتس its own light يبقيت something that gives off its own light هو عبارة عن شيء بيبعث ضوءه الخاص examples زي ايه ايه هي light of sources اللي حضرتك تعرفها the sun electrical lamps candles flash light and fire يلا there are other objects في عندي اشياء تانية that don't emit their own light في عندي اشياء تانية ما بدي ان بعث منها اي اضاءة but they reflect light falling on it صحيح كده ولكن هي بتقدر ان هي تعكس الضوء الساقط عليها so they are not considered as source of light صح؟ ما اقدرش اعتبرها source of light because it's don't emit its own light ولكن هي بتكون reflect light falling on them so they are not considered as sources of light such as they mean the moon and mirror we can't see objects احنا بنقدر نشوف الاشياء ليه ليه بنقدر نشوف الاشياء due to the presence of a source of light صحي كده اذا ما احنا حلينا في in my evidence والmy scientific explanation بيقول لي هنا we can see objects احنا بنستطيع ان نرى الاشياء due to the presence وذلك نتيجة لوجود a source of light مصدر للضوء that emits light rays اللي بيقدر ان هو يشاع الموجات الضوئية تمام؟ that fall on objects اللي هي بتسقط على الاشياء and bounces off this object وبتعكس هذه الاشياء into the eyes للعيون then the eyes send messages to the brain where it interprets the message as an image الكلام سهل وبسيط يلا نكمل مع بعض nocturnal animals الحيوانات الليلية عايز تعرفني ايه عن الحيوانات الليلية بيقول لي ان الحيوانات الليلية have bigger eyes عندها عيون كبيرة which are more sensitive to light than humans صح الكلام؟ اه هي بتكون حساسة اكتر للضوء من الانسان وخدنا مثال على ذلك زي مين القرد التارسير the tarsier is a tiny monkey from mammals هو عبارة عن قرد صغير بينتمي لمين؟ لفصيل الساديات tarsier has huge eyes ربنا خلق له structure adaptation عيون ضخمة lay together and reflect any light available علشان يقدر يجمع ويعكس اي ضوء متاح بالنسباله tarsier can turn its head 180 degrees to focus on distant or near object at night ربنا برضو خلق له structure adaptation في رأسه انه هيقدر يلفها يمين وشمال علشان يقدر انه هو يركز ويجمع اكبر قدر من ايه؟ من الاشياء اللي موجودة في الليل سواء كانت قريبة منه او بعيدة عنه light light يعني ايه؟ light what's the meaning of light light it is a visible form of energy هو الشكل الشكل الايه؟ المرئي للطاقة زي ما اتفقنا قبل كده يبقى what is the light what is the light اقول له it is a visible form of energy هو ايه؟ الشكل المرئي للطاقة الطاقة اللي بتمشي جوها الاسلاك الطاقة الكهربية اللي ماشي جوها الاسلاك وانا مش شايفها الشكل بقى المرئي لها هو الايه؟ هو الضوء اللي بنشوفه that travels in the form of light waves حيث يسافر في ايه؟ بيسافر على شكل موجات ضوئية طب وبيسافر في شكل موجات ضوئية برضو شكلها ايه؟ light travels in straight lines in the absence of light source في عدم وجود light source the human eye cannot see anything لما كون حضرتك ما عندكش نور في البيت بتاعك النور قطع فجأة بالليل انت ما بتقدرش تشوف اي حاجة حواليك يلا نراجع مع بعض tapetum lucidum احنا كنا عارفين ان هي is a sun reflective layer هي عبارة عن طبقة عاكسة رفيعة at the back of some animals eyes زي مين ياولادي such as dears اللي هي الغزلان horses اللي هي الاحصنة cats اللي هي القطط and dogs الكلاب اعزكم الله tapetum lucidum is a structural adaptation هو عبارة عن تركيف تركيبي خلقه الله سبحانه وتعالى لبعض الحيوانات that help some animals علشان يساعدهم to see and hunt at night مش كده بس ده كمان and avoid being hunted at night يبقى ربنا خلق لها هذا the structural adaptation علشان تقدر تشوف وتصطاد في الليل وكمان تتجنب ان تكون فريسة لمفترس اخر برضو وقت الليل نكمل ونقول shiny and smooth materials يعني الخامات اللي بتكون ناعمة ولامعة وساطعة الخامات اللامعة الساطعة such as mirror and metal reflect light better than the other materials طب ايه هي other materials اللي احنا عارفينها اللي mirror and metal بيكونوا reflect light better than them هم مين آه هم rough materials صح rough materials such as plastic wood الخشب close الاقمشة تمام الpaper اللي هو الورق العادي والحاجات دي بت reflect light ولكن less than the smooth materials طبعا بتعكس الضوء برضو ولكن في ايه في شكل اقل شوية من smooth materials فضل عندنا transparent materials اللي كلنا عارفينها اللي هي بتكون such as glass اللي هي عبارة عن الزجاج والزجاج بيرفلكت very small amount of light يبقى انا عرفت عندي اللي chinoly smooth بيرفلكت ايه بيرفلكت better than the rough materials صح كده وعرفت ان rough materials بت ايه بت reflect light less than smooth materials اخر حاجة خالص اللي هي transparent materials زي glass ودي بت reflect very small amount of light عرفنا مع بعض يعني ايه opaque objects صح هي الاشياء التي لا تسمح للضوء ان ينفذ خلالها يبقى they are objects that do not allow light to pass through example plastic wood middle تمام ايه هي opaque objects برضو opaque objects including the human body always form shadows in the presence of light بيقول لي برضو من الحاجات اللي هي بتعتبر opaque objects الhuman body اللي عادة بتكون خيال تمام في وجود الايه في وجود light شفتوا قد ايه light بالنسبة لنا في حياتنا مهم وضروري يلا ايه هي بقى transparent objects ايه هي الايه ايه هي الاشياء الشفافة الاشياء التي تسمح للضوء ان ينفذ خلالها صحي كده they are objects كلام جميل اللي هي العدسات اللاسقة اللي ممكن نركبها لعيوننا بدلا من النظارات ممتاز يلا the reflected light depends upon the smoothness of the surface بيقول لي بقى ان الايه ان الضوء المنعكس بيعتمد على الايه على النعومة بتاعة السطح اللي هو هيسقط عليه if the surface is a polished mirror لو كان السطح اللي هيسقط عليه هذا الضوء يكون املس وناعم ومثقول ونظيف زي وزي المراية the rays will reflect at the same angles الشعاع الضوء اللي هيسقط عليها كله هينعكس في نفس الزاوية at which they strike the object originally if the surface is a painted surface لو بقى السورفز اللي وقع عليه الشعاع الضوء ده كان a painted surface يعني كان سطح مطلي عايز يقول بنقسين لو كان هو rough surface the rays will reflect in different direction الاشعة الضوءية اللي هتسقط على rough surface ده هتلاقيها بتنعكس ولكن بتنعكس في اتجاهات مختلفة مش في نفس same angles تمام يلا نكمل the lens inside the eye focuses the light العدسات اللي الخلاء خلقها لك جوه عينيك بتركز الضوء that falls اللي بيسقط عليها تمام on to the back of the eye and collect the light in a point بتقدر ان هي تجمع الضوء ده في الجزء الخلفي من العين and collect the light وبتقدر تجمع الضوء ده in one point في نقطة واحدة so لذلك you can see different object ربنا بيخليك تشوف اشياء كتير مختلفة optometrist اللي هم اخصائي الرمض او اطباء العيون can't test the eyes to determine whether the lens is focusing the light properly يبقى optometrist على مستوى انتو optometrist اللي هم اخصائي الرمض او اطباء العيون وكمان لو انت عاوز تبقى شطور جدا جدا اعرف برضو انه هو optometrist اللي هو طبيب العيون can't test the eyes بيقدر انه يختبر عينيك to determine علشان يحدد ويكتشف whether the lens is بروبرلي عشان يقدر يكشف على عينك ويشوف هي فعلا بتقدر تركز الضوء السقط عليها بشكل صحيح علشان تديك رؤية واضحة جميلة كلام جميل بدون تشويش طبعا كلام جميل optometrist can determine how to correct the vision by different ways such as بيقول ان الافصالمولوجست اللي هم اطباء العيون can determine بيقدروا ان هم يحددوا how to correct ازاي ان هم يصلحوا لك الابصار بتاعك by different ways بطرق مختلفة كتير such as هيقول لك منهم بعض الطرق using glasses ان هو يكشف على عينك ويقول لك لا انت محتاج نضارة ويديك الاياس بتاعك تروح تعمل النضارة عشان مجال الرؤية عندك يبقى اوضح او ممكن يقول لك لو انت مش حابب تلبس نضارة الليزك تمام فبنستخدم الليزر اللي هي جراحات الليزر والى هنا نكون وصلنا بفضل الله تعالى الى نهاية concept one part three ويعني اتمنى من الله ان انا اكون بزلت مجهود ويكون المجهود ده هو يعني وفر عليكم وعلى اطفالي واولادي الكتير من الصعوبة تمام ويكون يعني قدرت اوصلهم المعلومة في بساطة ويسر وتكون يا رب كده سهلة وبسيطة على عقولهم وربنا ينفع بيهم جميعا واشوفكم على خير باذن الله في concept one part four communication and information transfer اللي هو التواصل ونقل المعلومات وزا ما احنا متعودين هنقول share في الخير فالدال على الخير كفاعله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته